السلام عليكم انا فاطمة ودي قناتي فاطمة العربي لو اول مرة تشوفيني على يوتيوب اهلا وسهلا بك اشترك في القناة اكيده هتلاقي حاجة انت بتدوري عليها ولو انت معي فانت منوراني تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه وبدالله الصلاة والسلام وندخل في الموضوع على طول طبعا انا عاملة اقتصادية كده وحلوة وخفيفة على الجيب علشان اليومين دول كله بيعاني من ارتفاع الاسعار والغلاء اللي احنا فيه فاحنا هنعمل ايه اه يعني هنحاول نواكب شوية الموضوع والاسعار والحياة مش هتوقف لا هتمشي طبعا بس عايزة شوية تفكير كده فالنهار ده انا معي مسقعة باللحمة المفرومة مش دي اللي هتحل المشكلة بس هنتكلم شوية كده مع بعض في الفيديو ونقش شوية حاجات كده او شوية بدايل اللي بيها نماشي الدنيا شوية والدنيا تبقى حلوة كده والنزانية تزبط معنا شوية طيب هنتكلم من الاول كده بالتفصيل عن اكلتي النهاردة اكلتي سهلة وبسيطة واحنا كتير من انا عارفها بس هنعملها بتكات حلوة اول حاجة البتنجان واحنا بنشتريه كده هنراعي شوية حاجات ايه هي اول حاجة امسكي البتنجانة وانتي بتنقيها ما تجبيش البتنجانة اللي هي التقيلة التقيلة دي بيبقى فيها بزر كتير فدي كانت وسط يعني البتنجانة اللي انا شارية ده كان شوية وسط كده كان فيه بزر بس مش كتير تمام لان هو ده اللي انا كنت لقيه في السوق ساعتها المهم كده ايه خلاص عرفنا هنجيب اللي هي الخفيفة مش التقيلة هنشوفي البتنجانة من تحت خالص بيبقى فيها خط خط عريض وخط اه يعني في بتنجانة تلاقيها فيها نقطة بس وفي بتنجانة تلاقي ايه النقطة دي لأ شرطة عريضة شوية هاتي الشرطة العريضة دي شوية يعني بيقال ان دي ولد ودي بنت العريضة دي اللي هي البنت اللي هي ما بتشربش زيت وبتبقى بزرها قولية لو بيبقى طعمها الازم نتنى تمام كده يبقى كده احنا اخترنا البتنجان علشان بقى ما يشربش زيت هتحطي عليه شوية ملح زي ما انا حطيت في اول الفيديو كده وهتسيبه في مصفة لغاية ما ينزل ميته خالص وتقليه وتطلعيه على مصفة زي ما انا حطاه كده عندك الابشن ده وعندك اوبشن تاني ان انت ممكن تحطيه على ورق زبدة في الفرن وتخليه ياخد يعني وش شاوية كده تحت الشواية وتقليبية عندك ده وعندك ده تمام كده انا النهار ده عملتها مقلية وطلعتها على مصفة علشان تصفي الزيت بتاعها كويس جدا علشان ما تبقاش تقيلة يعني طيب انا كان عندي لحمة مفرومة مثلا ده ربع كيلو او اقل كمان من ربع كيلو مع انتكيش مش مشكلة هتعمليها بطاشة بخليه توم وهتقضي بيها المهم يعني ان هي هتبقى حلوة في كل الحالات انا دي كانت بقية عندي وقلت اعملها بيها يعني اللحمة المفرومة انا بحسها شوية موفرة ويعني بتبقى يعني زيادة في الاكل شوية يعني بتديك يعني بترمي في الاكل قصد شوية فحلوة يعني عن الصحيحة في بعض الاكلات لان فيه اكلات مش هينفع فيها اللحمة المفرومة تمام فانت هيدي كده لما تجي بيها اسميها بقى ارباع بلاش انصاص يعني نحاول نلم ايدنا شوية اليومين دول ما احناش عارفين الدنيا رايحة بينا على فين وربنا ان شاء الله يسطرها المهم يعني مسكة اللحمة المفرومة دي بتديتها عصاجها التعصيج بقى العادي تمام كده وجنب المصفة بالبتنجانة هو بيتصفة التعصيج العادي انا عايز اقول لك على حاجة بقى يعني انت من الربع كيلو اللحمة دي ممكن تعملي كمية حلوة ومحترمة وشكلها حلو وكمان طعمها حلو طيب بايه بالبصل البصل في تعصيج اللحم انا بحب البصل الاحمر اوي بيديها طعم حلو جدا مش في كل الاكلات او في كل الحاجات انا بحب البصل الاحمر يعني في التعصيج انا بحسه بيدي طعم رهيب للحمة تحفة ومهما تزويدي فيه لا بيبقى طعمه حلو ومقبول يعني بصوا انا حطيت ما شاء الله كمية البصل كبيرة جدا على رابع كيلو لحمة يعني خلهولي نص وزيادة المهم اتي بقى اي فلفل عندك انت شهيلة في الفريزر بقى عندك في التلاجة اخضر احمر اصفر اي فلفل عندك بين البوائل في التلاجة طلعيها على فكرة اللحمة المعصجة كمان انت ممكن تضيفلها اي حاجة اي نوع من انواع الخضار يعني انت ممكن تحطلها شوية بسلة باقيين عندك تبشرلها جزراية بتقبل الكلام ده كله وبيبقى طعمها حلو كمان مش وحش بعد كده بقى اي حطيت التوابل اه انا محطيتش اي مادة دهنية على اللحمة المفرومة رعيت طبعا البتنجان ان انا قليا في زيت وكده وعندي هنا كمان في الاخر قليت فلفل انا قليا كبير شوية علشان اللي حابب بيأكل حامي يأكل منه واللي مش حابب خلاص لعشان لو الولاد يعني يحبوا يأكلوا من غير فلفل ولا حين وهبتدي بقى حط التوابل بتاعتي على اللحمة المعصاجة اللي انا عصقتها بتاخد ايه بتاخد ملح بتاخد فلفل بتاخد بهرات بتاخد بابريكا عايزة تحطي رشة شطة خفيفة كده رشي عليها عايزة تحطي جسط طيب عندك بتديها طعم رهيب الكبابة الصينية حلوة جدا سبع بهرات كل الحاجات دي بالطعم اللحمة المعصاجة وحطيت كمان معاها مرأة الدجاج بالمناسبة كمان انا بيجيني تعليقات كتيرة جدا على مرأة الدجاج انا عارفة يا جماعة انها يعني مش صحية قوي ومع ان في ناس قالت لأ كويسة وفي ناس قالت آه بس يعني ايه ادعولي اه ابطلها خالص بس مش عارف ابطلها مرة واحدة كده لأ احنا بنقللها واحدة واحدة وان شاء الله يجي وقت همنعها فين هي المهمة بقى اه السلسة انا عندي انا عندي تماطم ضربتها في الخلط بس ده بقيت كيس سلسة فحطيتها عليه لان انا احنا بنحب هنا سلسة التماطم في الحاجات دي زيادة شوية بحب لونها احمر قوي فانا حطيت كده يميت معلقة مثلا علشان تديني اللون حالو بس في ناس بقى بتعتمد على السلسة في كل اكلتها طبعا التماطم اوفر بس لما بتبقى الطماطم رخيصة يعني دلوقتي الطماطم في السوق اللي هو وسط لا عالية قوي خمسة جنيه لا عالية قوي ولا رخيصة فخلاص استخدميها تملي خلي عندك بدايل في المطبخ اللي بيها اه لا انا مش هكسل عشان اوفر اللي بيها يعني مثلا استخدم الطماطم بدل ما جيب صلصة اغلى استخدم كذا بدل كذا علشان زي ما قلتلكم الميزانية تمشي وتزبط معنا فالمهم هنا عندي طماطم يعني اللي اقصده من كلمة طول ما الطماطم رخيصة في السوق لا استخدمي الطماطم واستغني شوي عن السلسة انا باستخدمش السلسة ولا باعتمد عليها غير لما الطماطم بتغلى قوي يعني ما بتوصل لعشرة جنيه ولا حاجة في السوق لأ طب خلص انا هجيب صلصة وهشتغل بالصالصة عادي مفيش مشكلة انما طول ما الطماطم رخيصة ايه اللي هيخليني اعتمد على الصلصة اعتماد كله هو ده اللي انا اقصده من ان احنا يعني نلم ادنا ونوفر شوية المهمة بقى حطت كمية كده الطماطم المناسبة يعني وبعد كده سبتها بقى تعيش حياتها كده وتتسبك على النار مع الكلام الحلو ده على فكرة كمان في ناس يعني اعرف ناس بتحط بروكلي بتحط اي نوع خضور شو في ولادك بيحبوش ايه وبدأ يدخليه في الحاجات دي هتلاقيهم ما خدوش بالهم وكلوه على طول بالمهمة هنا كانت الطماطم بقى واللحمة كده تسبكه واستوه هبتدي بقى رصة البايريكس بتاعي حطيت كده البتنجان والبتنجان كمان كان صفى الزيت بتاعه كان حلو جدا على فكرة فيه كمان طريقة كنت بعملها علشان البتنجان ما يشربش زيت نهائي بس انا ما كانش عندي دقيق بعمله بشوية دقيق كده يعني تعفيرة خفيفة قوي بعد ما بيصفي ميته بيخلي البتنجان تحفه ما بيشربش ولا نقطة زيت رشة دقيق مع معلقة نشا كده بيخليه ما يشربش زيت ولا يحرق الزيت ولا اي حاجة وبيبقى طالع رهيب طعمه رهيب حتى هو مقلي المهم هبتدي ارس اول طبقة كده في البايريكس من البتنجان راحزوا انا ما حطيتش اي دهون خالص انا مكتفية بالبتنجان المقلي ده اللحمة عملت كده من غير ولا نقطة اي حاجة خالص والبتنجان خلاص صفى زيته هبتدي ارسه في الصانية بقى ايا كان اا في النوع الصانية اللي انت هتحطيها فيه بس هتحطي طبقة كده من تحت وبعد كده هبتدي اشوف اه الصالصة كده ورصها هعملها طبقات يعني الطريقة دي هي هي برضو بالزبط طريقة صانية البتنجان بالبشاميل يعني انت ممكن تعملي كده بس طبعا هتقللي الصالصة شوية عشان ما تبقاش صيصة قوي يعني اا هتحطي الكلام ده كده طبقات وهتحطي طبقة بشاميل من فوق بس طبعا بتبقى تيلة شوية لان البتنجان مائلية وكده انا بفضل في الصانية اللي هي بالبشاميل ان البتنجان يبقى مشوي مش مائلية هتحسيها اخف شوية هنا بقى انا مزودة الصلصة لان دي هتتغمس يعني برحتك خالص انت بقى الصانية دي متاح ليك ان انت تغمسيها بعيش بقى وجنبها كده مخلل او اي حاجة مخللها انت عملها في البيت او تحطي جنبها رز بشعرية في الحالتين تحفة انا عندي في البيت في ناس بتحبها بالعيش وفي ناس بتحبها مع الرز فانت برضو ده ده راجع لك يا انت حطينا طبقة اللحمة المفرومة كده في النص بالسلصة وهحط بقى طبقة بتنجان تانية فوق الوش برضو هرصها كده بحيش اغطي بصوا الصلصة بقى يعني معقولة لا هي سايب لا هي سايسة اوي وسايبة اوي ولا هي تقيلة اوي مسبكة يعني انا ماردتش خليها تغلي اكتر من كده علشان ايه اللحم برضو وهبتدي بقى ايه ارص الفلفل بتاعي طبعا انا قلت لكم الفلفل ده على حسب اللي عايز يعني وعلى فكرة كمية البيتنجان كانت ماشى قولة كتير كنت جايبة اتنين كيلو فعملت على صانيتين مش صانية واحدة وماشاء الله الرابع كيلو برضو رابع كيلو لحمة عمل لي الصانيتين وكانوا حلوين جدا كانت تحفة بجد يعني تمالي كمان لما تعملوا الحاجات دي اعملي مسلا ايه الحاجة اللي ما تتعبكيش يعني اعملي صانية زي كده صانية مسلا كالتوها النهاردة خلي الصانية التانية في التلاجة مسلا غطيها كده بالورق او بالورق الفويل وخليها التاني يوم او خليها كمان يومين تلاتة اربعة ولا هيجرى لها اي حاجة تطلعيها تحطيها في الفرن هتبقى كنك لسه عاملية اهي بقى وفرتي مجهود ووفرتي يوم اهو شلتي يعني يعتبر ربع كيلو لحمة مفرومة انا بالنسبة لي عملي اكل يومين فحاجة حلوة جدا ووفر طبعا المنظر ده خلس اهو هتدفق الوش بقى شوية الصلصة كده وهبتدي بقى ادخلها الفرن تاخد وش عايز اقول لكم طلعها رهيبة رهيبة بجد ان شاء الله الريحة كانت تجنن حلوة جدا بالعيش حلوة ومع الرز حلوة جربوها كده واعملوا اكلات على قد الايد اليومين دول حاولوا على قد ما تقدروا كده تلموا الدنيا شوية علشان الميزانية تزبط وربنا يكرمكم جميعا ويا رب يكون الفيديو خفيف كده عليكم وكنش طولت عليكم متستخسرش فيي اللايك لو الفيديو عجبك اشوفك في فيديو جديد سلام عليكم